بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ربيتكنوا بخير النهاردة الحلقة بتاعتنا بتتكلم عن بعض المشاكل المعمرية اللي بيتقابلك في الموقع يعني انت مثلا حلول معمرية احنا مش هنقول مشاكل هي حلول معمرية وزي انك تفكر دايما انك تحل كل المشكلة عندك في الموقع انا عندي هنا مثلا داخلي سلم داخلي عامل الوجهة بتاعتي استراكشر فالقمر مع الاستراكشر في فراغ زي ما احنا شايفين طب انا سيب الفراغ ده مفتوح ولا في حل معمرية قدر اقفله احنا فكرنا اللي احنا ممكن الجزء ده نقفل الالمونيوم مع القامرة اللي موجودة دي ممكن نقفلها بكلادينج برضو في جزء زي ما شايفين كده تحت السلم تلاع عندي في مشكلة ما ينفعش يا ابني لان السلم جاي داخل والقامرة جاي في الخارج فانا ممكن الكلام ده اقفله بكلادينج بس بشكل لطيف وبشكل كويس من الالمونيوم اللي عندي اللي موجود بتاع الاستراكشر لحد القامرة بتاعتي كذلك برضو من الاجناب من عند الاعمدة اقدر اعمل داير ميدور بشكل منتظم مثلا شريحة من الكلادينج بحيث ما يحصلش عندي مشكلة هنا برضو نفس الطريقة في الدول الارضي انا مستني بعد ما خلص التشتيب بتاع الموقع العام بتاعي ابدأ اقفل طبعا التشتيب الخارجي هيقفل على الالمونيوم بتاعي بعد كده ابدأ انا من جوة ابلط الجزء ده او القامرة الموجودة دي ابلطها لحد منسوب الالمونيوم ممكن تمام وممكن اعملها زي حرف يو ابني حواليها زي حرف يو واعملها مثلا زراعة بلاستيك اعملها اي دكور عندي بقى منها انا افلت الفراغ الفاصل ما بين القمر وبين الكلادينج او الاستراكشر اللي موجود عندي في الوجهة فدايما كل ما انت بتشتغل بزيادة كل ما تطلع حلول وافكار منها تكون وظيفيا ومنها تكون منطقية زي ما انوا شايفين الفتحات حد يرمي حاجة من عند السلم حد هو طالع يشوت حاجة برجليه كل ده هتلاقيه تراكم عندك في الوجهة الاستراكشر طبعا هيبقى شكلها وحش فدايما تقفل كل المشاكل اللي موجودة عندك بحل معماري هنا مثلا عملنا سلالم قلنا بدل ما نعمل رامب منفصل ونعمل سلالم لا عملنا الدرجتين طبعا هو عشان الرامل بس بش موضحها ما تخلص خالص او الرهالكو عملنا الرامب مع الدرجتين السلم نفسهم يعني عملت الدرجتين سلم وانهاية الدرجات او البسطات السلم دية عملناها برامب يبقى انا ما فصلتش الرامب عن السلم استغلت مساحة عملت رامب لزوي الهمم لو في حاجة زي ما انتشافين الجزء ده كده جاي بميول ورامب عندي لأعلى استغلتها كسلم كأنها منظومة سلم ومنظومة رامب في نفس الوقت ما خدتش من المساحة ما عملتش درجتين سلم وبعد كده فكرت زي اعمل الرامب بتاعي سواء من جنبه او سواء طولي او عمودي على المدخل بتاعي لا فاحنا عملنا درجتين سلم الدرجة برضو التانية هتكون واخدى نفس الميول عشان تديك شكل ديكوري زي ما بشاور عليها المهندس دلوقتي فهيبقى عندي ده كل ده هيتقص ونعمل ميول عندنا في الرامب بكده تكون الدنيا زبطت معايا كل دي انا بكلمكو على بعض الحاجات اللي انت كمهندس او كصاحب عقار لازم تفكر فيها حل معماري وفي نفس الوقت وظيفي وشكله جميل طبعا هنا عندي البيزمنت ده بيزمنت عندي في احدى المشاريع بدأنا خلصناه اول حاجة بتعملها لازم تنظف وتأكد لكل الدنيا عندك مفيش مشاكل فيها بدأت تعمل الارصفة بتاعتك وتبدأ تقسم الباركينج بتاعك تتأكد اللي هو مطابق للمخططات والرسومات اللي موجودة عندك لازم تتأكد كلام ده كله وتأكد منه قبل ما تبدأ تدهن الايبوكسي احنا كل ده بنبدأ نلف ونشوف هل في حاجة نقصة انا ما جيش اعمل ايبوكسي وبعد كده يحصل مشكلة عندي وابدأ الابوكسي عندي يخرب هنا مثلا الرمب بتاع السيارات لان الجزء ده لقدر الله ممكن حد يقع منه او حد يبص منه بدأنا نعمل هندريل حديد ممكن تعمله ستيل حسب الديزاين او الشكل او الكوست التكلفة اللي تلاقيها متاحة عندك يبقى انت كده عملت حميت لقدر الله حد يقع في المنطقة دي في الرمب عملت طبعا قامرة مقلوبة عشان تقدر تثبت عليها التربزين بتاعك وتقدر تشتغل مظبوط في الارضية وفي الايبوكسي بتاعك وفي نفس الوقت حميت المنطقة بتاعة الرمب اللي ما يحصلش اي حد مثلا يقع فيها او يحصل مشكلة دي الصفيات برضو الصفيات اللي تنتأكد للصفات بتاعتك كلها موجودة ومظبوطة مفيش مشاكل فيها طبعا كلها هتتقص وتبدأ تركب صفيات بتكون هيفي ديوتي او تستحمل ان السيارة تمشي عليها ما تسترخصي انك تركب حاجات تعبانة او حاجات ما تنفعش معنا هننزل مثلا للدور التاني في الرمب هو عبارة عن دورين نتأكد اللي سلوب بتاعك مظبوط اتأكد طبعا الجزء دا اللي على جانبي اللي في وسط الرمب هنبدأ يتحطله رابر مثلا عشان لقدر الله لو عربية مثلا خبطيت او حكت في الجزء دا ما يحصل لهاش اي مشكلة طبعا في نهاية كور الرمب لازم اتأكد لانا هعمل صفاية في هنا الجريلة الطويلة اللي احنا محفور لها دي لعليها الرمل كل دا هيتحطله عشان لو حصل مطر حصل شيء يبقى ما يغرقش عندي القب بتاعي الجزء دا فكرنا لأ بدل ما نعمله طولي هنعمله بدوران زي ما بيشرح المهندس هنعمله بدوران وبكيرف عشان السيارة تقدر تنزل مرتاحة عندي وما يحصلش اي مشكلة والسيركوليشن ومصارات الحركة بتاعتي اكون درستها مظبوط وماكنش اعاقتي اعاقتي الشخص اللي هينزل بالنسبة له دي مشكلة لأ لازم ادي له ارياحية في نزول وفي الخروج كذلك برضو دي الصفيات زي ما احنا قلنا اماكن الصفيات وطبعا رمينا مية في البزمنت وتأكدنا اللي السلوب بتاعه ومظبوط كل الكلام دا قبل ما ابدأ اشتغل في الابوكس بتاعي لقينا الجزء دا مفتوح عندي في البلاطة هنقفله ببلوك من الاول زي مسلس كده ميت عندي في الجزء دا هبدأ اقفله ببلوك اتأكدت اللي كل المنظومة عندي متركبة منظومة الحريق بتاعتي متركبة زي ما احنا شايفين دلوقت المضخة بتاعت الحريق اتحطت في مكان مظبوط او يعتبر مكان ميت ما يخد ليش من حيز القبو بتاعي وهتحط عليها طبعا زي شبك احمر عشان يحميها ما حدش برضو يلعب فيها وهنبلط حواليها يبقى انا كده اتأكدت لمنظومة الحريق عندي ما فيش مشكلة فيها اتأكدت اللي انا ركبت البردورات بتاعتي في القبو في البزمنت بحيث ما اضطرش ان انا قصر كل ده لازم اقعد ابص عليه قبل ما اشتغل في مرحلة الايبوكسي او مرحلة التشتيب بتاعتي زي ما احنا شايفين ده الكابل اللي يتوصل به المضخة بتاعتي دهكت اللي انا دهنت وخلصت الدهنات بتاعتي بتاعت الجدران عشان ما يجيش اشتغل في الايبوكسي بعد كده اخش على الجدران هتعمل لي مشكلة وبواز لي الارضية بتاعتي الاعمدة نفسها برضو هعملها نص الجزء اللي موجود تسعين سنتي ده او المتر هتديه ابوكسي بنفس لون الارضية بتاعتي او ممكن اديه بلون اخر كل ده احنا شغالين اه ما فيش اي مشكلة اللي عندك المراوح التهوية بتاعتك بتاعت القبو ريكبت الكيبلت ريي بتاعك ريكب كل المنظومة الخاصة باعمال الاكترو ميكانيكال ريكبت واعمال الكهرباء واعمال التهوية كله تمام ابدأ ساعتها اتعاقد مع مهندس اتعاقد مع شركة اسف او مقاول عشان يبدأ يشتغلي اعمال الايبوكسي بتاعتي طبعا انت بتركب بعد كده المصدات ممكن تركبها قبل او ممكن تركبها بعد ما تركب الايبوكسي واعمال التخطيط المواقف وبرضو هنتكلم عليها بعد ما يخلص القبو وهنعرضه طبعا ده جزء من الرصيف ممكن تحط هنا غرفة حارس لو جزء دميت عندك اتعمل انترلوك تقدر تحط غرفة حارس هنا بحيث يخدي بتحط الكاميرات بتاعتك في مكان برضو يقدر يخدي من الموجودين ده مراوح التهوية تأكدنا اللي هي كلها تمام وما فيش اي مشاكل فيها فدايما قبل ما تشتغل في اي بند لازم تتأكد وتشيك على بيئة البنود عشان البند او ما يحصلش خراب للبند بتاعك فاتمن ان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم ما تبخلوش علينا مشراق في القناة تفعيل الجرس عشان يصلكم كل حلقاتنا بإذن الرحمن كان معكم مهندس ايسام نبيل ويومكم سعيد